نابل الفصل عند الديئة 67 أستاذ خالد عايز أتكلم تحديداً على الديئة ديوي الترنوفر اللي حصل أو يعني تغيير مجرأ الأحداث في المباراة وأنا عايزة أروح كمان معاك لفكرة هنا يعني زي ما كنت بقول إحنا عندنا أو حصل معنا هجمتين من المريخ وكل هجمة منهم كانت بجول وده مش المعتاد هل إحنا عندنا مشكلة في الدفاع هل يعني في مشكلة ما في التاكتك عايزة أفهم برضو ده اللي أنا بقوله في الأول إنك زي ما قلت 24-22 هي الطريقة نفسها اتكشفت شوية أصبح إن فيه لوت كبير جداً على وسط الملعب يعني ليه بعض الناس انتقدت أداء محمد هاني مبارح وأنا معاهم بالمناسبة لأن محمد هاني ما عندهوش الوينج اللي يساعده ما عندهوش اللاعب اللي عنده المهام الدفاعية اللي يساعده وعلى فكرة كمان أيمن أشرف كان متراجع ولو الناس تفتكر معنا كده بيقولولي إيه الأوفر اللي افتكروه ليه محمد هاني أو لأيمن أشرف قبل الديئة 67 اللي بقولك عليها اللي غير فيها موسيماني طريقة اللاعب نفسها لما في الأول أصلاً في الشوت التاني هو فضل نفس الطريقة بس هو اللي عمله خرج مروان ونزل بواليا وخرج أجاي ونزل طاهر هي نفس الفكر نفس الأداء ما فيش أي اختلاف اللي حصل إنه هو غير طريقة اللاعب فسحب خلى أفشع في نص الملعب وطلع أليو ديونج لأنه كان استولك تماماً لأنه هو استولك آه والناس يقولك هو كان متراجع لا ما هو من كتر الضغط اللي عليه خلاص معاكش فيه وبرضو عمرو السليا نفس الكلام لأنه هو الراجل عايز يكون لي أدوار هجومية وعايز يكون لي أدوار دفعية هو معزول لأن التلات خطوط مليانة فراغات خلاص هو الراجل اكتشف الموضوع أنت عملت إيه خليت تلعب نفس الطريقة بتاعتك اللي هو لعب حسين الشحات ناحية اليمين وفضل طاهر ناحية الشمال ومحمد أفشا وتحته أفشا جنب عمرو السليا وولد سليمان قدام وبرضو المهاجمين قدام حصل اللي احنا تكلمنا عليه وللمفروض إنه يحصل في دياءة 75 أول عرضية حصلت لينا كانت من أيمن أشرف اللي راحت لبواليا فاضي تماماً بدون أي مضايقات بدون أي حاجة حطوا الكرة بدماغه فوق العرضة على فكرة هو نفس الجون اللي دخل فينا بالعكس ده كرة بواليا كانت أسهل من اللي دخل فينا بس إنت لما الفرصة بقى لما بتيجي وأنا معاك إن المفروض المباريات اللي زي كده بتخلص بأنصاف الفرص بس لازم نقول إن مش كل كرة هيروء بها المهاجن هيجيبها جون الناس بتستنى هي بس مش تستنى أو بتسامح اللاعب المهاجم اللي بيجيب جونين ويضايع واحدة أجيب واحدة ويضايع واحدة الفكرة كلها إن بواليا لسه ما عندوش الرصيد ده عند جماهير النادي هي دي الفكرة يا يومي الرصيد حيجب منين يا لكسلام حمد شريف مسلا أهدر حمد شريف أهدر كرة كان ممكن يديها لبواليا واختار حل تاني إنه يشوف والجون صدقها إنما الجماهير شوية مش جاء على الشريف الشريف عندو رصيد بيجيب ويضايع عندو آآ تحركات هي دي الفكرة فبعد كده انت فضلت متقدم وجات ضربة الجزاء ثم جات العرضية من ناحية المين من قفشة جبت منها الجون التاني الفكرة كلها بقى أصبح عندك حرقية على الأطراف مش بس في الهجوم هتلي الكرات الخطيرة اللي بعد جيها سببا وستين اللي راحت على الجوم بتاعك ما فيش ليه؟ لأنه خلاص الحاجات اللي هو قضى عليها اللي هو كان بيتقدم من خلالها اللي هو محمد هاني وأيمن أشرف انت بقى عندك أجنحة بتصد التقدم بتاحهم طب ما كان من بدر يا وايكسلا ما هو ده اللي بكلم فيه إيه اللي خلينا نستنى لديها 75 ما هو ده اللي بكلم فيه بقى ليه استنى لديها 67 ليه؟ الموضوع كان فيه قراءة واضح جدا من الديها 30 مسلا من الديها 30 هو أنا نفسي فيه حاجات بعض الحاجات تتغير اللي هو استراتيجية إنها ما ينفعش أغير الطريقة إلا فيه مثلا الشوت التاني أو ما ينفعش إن أنا غير لعب إلا في الشوت التاني طب وممكن فيه لعب مثلا ما يكونش موفق تماما ويضيع مجود فرقة دعا مش نتكلم عن أهل باس طب على كل طب وممكن أغير في الديها 30 من الجزء كان بيعمل كده كان بيغير في الديها 25 مش أنا عندي سؤالي مش إحنا فضلنا نلعب فترة فضلنا نلعب فترة بأربعة اثنين ثلاثة واحد وفترة طويلة وكنا بنفوس فيها يعني كان بردو الخصم ساعتها عارف لا وكنا بردو الفرق لا لا الفرق إنك تغير الراجل عارف وإري المدير الفاني قدامك إري نهيد طريقتك فاتمرن على دي اتمرن علي طب وده محصلش لي ومرن لعبته على دي لا محصلش بكلا المدير الفاني جديد البرريخة فهو خلاص انت تعرفت من دي طريقتك فاشتغل عليها فترة طولة ونجح إنه في خطورتك والعكس نجح كمان إنه يخترق دفعاتك مرة واثنين وتلاتة ويشكل قدامك زحمة قدام منطقة الجزاء بتاعتك ده اللي كان سبب وإنك بيجبر لعبتك على التراجع وحتى إنهم يضموا يعني زي محمد محمد هاني كان اضطر إنه يضم شوية عن منطقة الجزاء دي اللقطة اللي كان مسلا محمد الشناوي زعق لمحمد هاني فيها لأنه تراجع اضطر انه تراجع أنا على فكرة عايز لمحمد هاني لأن الطريقة ما كانتش مساعدية الناس هتختلف على الكلام اللي بقوله وإنما شرح كده الموضوع وشوف محمد هاني مين اللي كان قدامه طول الوقت أو طول المسافة الطويلة دي إنه يساعده ما فيش مسألة هي يا خيلة خطة أم وضع لعيبة في الأماكن الخطأ أو صحيحة لا لا هو اللاعب يعني أنا بس علشان اللاعب التزم بالمكان أنا بس علشان أكمل سؤالي أنا برضو ما زلت مش فاهم الفرق يعني إحنا لعبنا بخطة معينة الدوري اللي فات الموسم اللي فات وكسبنا بيها خطة كتيرة جدا وكانت مقررة وكانت الخصم المدير الفني الآخر كان على علم مسبقا ماشي بس انت تقدر إيه الفرق برضو أنا ما زلت مش فاهم لا القدرة القدرة هو المدير الفني في يدته إيه فايدته إنه لما يلاقي طريقة مش عارف يكسب بيها بيغيرها كويس آه يبقى إحنا بنتكلم إنه أربعة أربعة آآ آآ اتنين أربعة أربعة أتنين ده مش الخطة الأمثل دلوقتي لأ برضو لأ مش هو ده لنا آآ المقصود تمام كل إنت ممكن تبدأ بخطة واتحقق كل نتائجك وتغير في النص قصدك يعني أو هي تحقق لحد الآخر كل نتائج أو هو فكرة